موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تفضل عندنا النهاردة هنعمل نيجراسكو وحنعمل كمان سلد اللوبيا بالبانجر تعالوا نشوف مقدير نيجراسكو النهاردة يعني أنا عارفة أنا عملتها لكم قبل كده بس هي طلبت مني كذا مرة عشان كده أنا بعيدة بس حطيت إضافات مختلفة لمرات نيجراسكو عامل لها النهاردة بالمكارونر فوتوتشيني ومعاها دورا وجبنا تشادر مبشورة وزبدة وكريمة وفرخشة رايح ومشروم وبودرة بشامال ولبن باودر وجبنا بارمزان وبصل وبصل باودر وتوم مفروم أول حاجة هنعملها خالص ونسيفها تستوي الفراخ هنحط الزبدة كده نشلها كده عشان ما تتحرقش وبعدين هنحط لها التوم المفروم ونحط لها زي ما متعوذين فلفل قسود عشان تتبلت الزبدة هحط بقى الفراخ هسيبها كده تتشوح بالراحة براحة بعدين بقى الفراخ بتستوي هنعمل البشامال البشامال السهل بتاعنا اللي هو عبارة عن الزبدة وعليها بودرة البشامال اللي هقلبها كده مع الزبدة كويس قوي كده كده هشيل الحاجات اللي ايه اللي احنا مش عايدينها عشان نفضي على نفسنا هقلب كده هقلب كده هقلب كده هفضل اقلب عشان ما يكلكعش وعشان ما نضطرش نحطه في الخلاط كده نبتدي نحط نجيب المرأة كده تبقى جنبنا شايفين لما عاديين نقلب بيحصل ايه مفيش حاجة بتكلكع خالص كده واحنا كده بنقلب نقلب كده موسيقى 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 تقلب كده بقى نحط التوم التوم موسيقى 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 اشتركوا في القناة نحط البصل ونحط بقى البصل الباودر والتوم كمان بس منتوبة بقى تستيبي شوية رأيكم نتلع فاصل ونرجع نكمل طريقة عمل نجراسكو كمان نعمل سلطة اللوبيا بالبنجر خليكم معين رجعنا داني بعد الفاصل هنبتدي بقى نطبق نجراسكو الفراخ استاوت خلاص والبشامال خلاص تمام استاوت شوف بقى هنعملها ازاي خليها هنا كده طلوقتي نحط كده طبقه نحط معلقتين كمان نجيب الكريمة برضو نحط كده ايه هنحط مكارونو بس قليلة قوي لتحت يعني يا دوبك كده وممكن كمان ما نحطش طبقه تحت بس انا بحب احطها يعني تحت وفوق ممكن ما نحطش خالص تحت بس كده خلاص نجيب الفراخ هقلب كده معها المشوم تقليبة كده نسيت خلص احط الدورة مع المشوم نقلبهم كده مع بعض بس يعني نقلبهم من ان المشوم والدورة ياخدوا الصوس اللي في الفراخ بس كده ونحطها كده نحط بقى بشامال بس الاول نحط جبنة موزاريلا عشان كده لما نحط البشامال كده تسيح جواها نكمل بقى بقية المكارونة ليس لما نحط البشامال كده هنحط بقى البشامال شايفين شكلها مغري جداً نحط بقى الكريمة كده فوق الوش ما عايز اعمل فتحات كده بس والباية بقى هعطوها لما احط النجراس بيتستوي في الفرن بس اشيل دولي الاول بس هحطوها بقى في الفرن لمدة عشرين دقيقة تمام كده احنا قدامنا تلت ساعة ان شاء الله هنشوف بقى السلطة هنبقى محتاجين ايه لان نشوف بس البولة دي بتاعتنا هنبقى محتاجين خل ولمون وخل العنب وتشيلي سوس وبصل وفلفل اخدر واحمر وبنجر ولوبيا مسلوقة وطبعا زيت وملح وفلفل تمام شوفوا بقى هنعملها ازاي هنحط ربع كباية زيت على خل ولمون خل ولمون وخل العنب والصاص الشيلي بتاعنا وحنحط ملح وفلفل وحنقلب الخلطة كده ونحط فيها البصل معاهم شوية بصل والبانجر ملح ورائفة بس الريحة يعني مش قادرة احدكم عمنا ازاي كده بقى نحبت الفلفل وفلفل الأخضر هذه من السلطات اللذيذة جداً على فكرة جداً 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 هتعجبكوا قوي شايفين كمان ألوانها حلوة ازاي؟ مفيدة قوي كمان هنحطها هنا كده نمسحها بس هنحطها كده نروح بعد الوقت نشوف النجرسكو إن شاء الله تكون خلصت تمام بقيت جاهزة كده نروح بس إيه؟ عليها الجبنة برمزان كده وهي سخنة شايفين شاك نعمل ازاي؟ وكل ما تهدى كل ما نعرف ناكلها ونعرف نقطعها يبقى كده النهاردة عملنا نجرسكو وعملنا صرطة اللوبيا بالبانجر يارب النهاردة الوصفات تكون عجبتكو واشوفكو إن شاء الله بحلقك باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة